بعيدا عن الرواية الضعيفة والكلام اللي مالوش مصادر النبي عليه الصلاة والسلام شاف ايه بالزبط و ايه اللي حصل يوم الاسراء والمعراج وفقا للي النبي قاله بنفسه في الاحاديث الصحيحة يلا نشوف مبدئيا كده قصة الاسراء والمعراج من الحاجات اللي احنا كمسلمين بنؤمن بيها زي ما هي كده بدون جدل او شك في مصداقيتها لان بين ايدينا احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة والنبي بنفسه هو اللي حكى كل حاجة حصلت اليوم ده فلما نسمع عن امور العقل ممكن ما يستوعبهاش بنصدقها بايماننا لان معظم امور الدين تعتبر من الغيب اللي لازم نؤمن بيه وإلا كلمة ايمان هيبقى ملهاش معنا وربنا قال ده في القرآن الكريم في الاية دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وطبعا فيه ايات كتير بتؤكد ان الايمان هو التصديق بالغيب يعني مش لازم الغيب ده يكون شيء منطقي بالنسبة لك او عقلك مثلا مش قادر يستوعبه فخلاص كده لا طبعا المهم ايه هو سبب الاسراء والمعراج اصلا النبي عليه الصلاة والسلام اتأذى كتير هو والصحابة أثناء تبليغ الدعوة لقومه اللي هم قريش فقرر انه يتحرك لمناطق تانية خارج مكة ينشر فيها الدعوة ويلائي فيها ناس تؤمن بالله وتسنده في تبليغ رسالة ربنا للعالم كله وبالفعل في السنة العشرة من الهجرة في شهر شوال خرج النبي عليه الصلاة والسلام لمكان اسمه الطائف بيبعد عن مكة 96 كيلو متر تقريبا ورحل المكان ده ماشي واستقر هناك كذا يوم ما سبش حد هناك إلا ودعاه للإسلام فتطولوا عليه صلى الله عليه وسلم وطردوه وخلوا كمان السفهاء يمشوا وراه يسبوه ويرموه بالحجارة لغاية ما تعور في رجليه وهو ماشي صلواته ربي وسلامه عليه كان معاه زيد بن الحارسة رضي الله عنه وحاول بقدر المستطاع انه يحمي النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما تصاب زيد في رأسه رضي الله عنه وأرضاه وفضلوا الصفهاء دول وراهم لغاية محتمى النبي وزيد ورا حيطة كده بتاعت بستان بعيد عن الطائف وبعد ما الأمور هديت فضل النبي عليه الصلاة والسلام وزيد قاعدين في البستان ده بيستريحوا فأصحاب البستان ده كانوا من سادات أهل الطائف فبعتوا واحد صغير في السن كده معاه شوية عينب علشان يدهوا لهم فلما اده للنبي عليه الصلاة والسلام مد إيده كده وقال بسم الله وأكل فالولد ده استغرب وقال للنبي إن الكلام ده محدش في البلاد دي بيقوله يعني كأنه أول مرة يسمع حد بيقول بسم الله فالنبي سأله أنت إيه بلدك وديانتك إيه فقال له أنه نصراني من أهل نيناوة مكان اسمه كده فالنبي قال له من قرية الرجل الصالح يونس بن متة فالولد قال له باندهاش أنت تعرف منين يونس بن متة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ده أخويا كان نبي وأنا نبي فالولد إنكب على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها وإنكب على إيديه ورجليه يقبلهم صلى الله على محمد كمل النبي عليه الصلاة والسلام برحلته في الرجوع لمكة وهو حزين جدا ومهموم بيقول إنه من غير ما يحس وصل لمكان اسمه قرن الثعالب بعيد جدا عن الطائف يعني الهم والحزن خلوه ما يحسش بالمسافة دي كلها وهو واخدها ماشي فرفع راسه لأسحابة كده عملت ضل عليه بص لأسيدنا جبريل فيها وبيقول له ربنا سمع كل اللي حصلك وبعت ليك ملك الجبال تؤمره ويعمل اللي تقوله عليه فالنبي بيقول إننا داه ملك الجبال وقال له لو شئت أطبق عليهم الأخشبين يعني يطبق الجبالين عليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أردش ده وقال له إنه بيرجوا من ربنا إنه يخرج منهم زرية تعبد ربنا وحده ولا تشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم رجع النبي عليه الصلاة والسلام لمكة وكأن ربنا قدر ليه إنه يوريها عظمة آياته ويخفف عنه حزنه ويعرفه حاجات في ملكه محدش كان يعرف عنها حاجة ويوحي ليه بعض الأمور بس عنده هو سبحانه ومش في الأرض في يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام بالليل لقى سيدنا جبريل جاله ومعاه دابة كده أكبر من الحمار شوية وأصغر من البغل والكائن ده لونه أبيض اسمه البراق هتلاقوا تفاصيل عنه أكتر في فيديو إعجاز علمي في حديث نبوي هنا في الصفحة وهتلاقوا مصادر الفيديو اللي احنا بنقوله ده دلوقتي كلها تحت الفيديو المهم سيدنا جبريل خلى النبي عليه الصلاة والسلام يركب البراق وانطلقوا من عند الكعبة للمسجد الأقصى والنبي وصف سرعة البراق إنها سرعة فائقة جدا في ثواني وصلوا المسجد الأقصى فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على البراق وربطوا في حلقة كده في صور هناك حرصا منه على الأخذ بالأسباب اللي احنا لازم نتعلمها منه والأنبياء برضو كانوا بيربطوا البراق في نفس المكان ده المهم دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فلقى الأنبياء موجودين في المسجد كأنهم كانوا في استقباله والله أعلم بيقول النبي إنه صلى بيهم إمام وبعدين خرج من المسجد لقى سيدنا جبريل جاله ومعاه إناء فيه خمرة وإناء فيه لبن فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار اللبن فسيدنا جبريل قال له اخترت الفطرة فركب النبي البراق وبدأت رحلة المعراج صعد النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا جبريل للسمى الأولى بسرعة رهيبة جدا والسمى الأولى دي الله أعلم بتبعد عن الأرض قد إيه ولما وصلوا عندها سيدنا جبريل طلب الدخول ليها فتسأل إنت مين فقال جبريل فتقال له مين معاك قال محمد فتقال له يعني هو اتبعت لي من هو ييجي فقال أيو اتبعت لي فاتفتحت السمى الأولى سبحان الله والله أعلم المنظر كان عامل إزاي بالظبط فلما دخلوا النبي بيقول لقيت آدم ورحب بي ودعالي بالخير وبعدين انتقلوا للسمى التانية وحصل نفس الشيء اللي حصل عند دخول السمى الأولى اتسأل سيدنا جبريل عنه وعن مين معاه قبل ما يدخله وده كان بيحصل في كل سمى في السمى التانية النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انه لقى ولاد الخالة مع بعض سيدنا عيسى وسيدنا يحيا وبرضو رحبوا بي ودعولوا بالخير وفي السمى التالتة لقى سيدنا يوسف وبيقول عنه انه جميل جدا كأنه واخد نص جمال العالم كله سبحان الله فرحب بي ودعالي بالخير وفي السمى الرابعة لقى سيدنا إدريس وفي الخمسة لقى سيدنا هارون وبرضو رحبوا بي ودعولوا بالخير وفي السمى السادسة لقى سيدنا موسى بيقول انه راجل طويل أصمر جعد الشعر وباين عليه إنه شديد رحب بيه ودع ليه بالخير وبعدين صعد النبي عليه الصلاة والسلام للسماء السبعة فلقى سيدنا إبراهيم ساند ظهره على البيت المعمور البيت المعمور زي الكعبة كده في الأرض بس هو في السماء السبعة بيدخله كل يوم سبعين ألف ملك وما يرجعوش تاني ليه أبدا تخيلت عدد الملايكة ممكن يكون قد إيه على مر الزمن؟ المهم سلم على سيدنا إبراهيم وبيقول إن سيدنا إبراهيم سلم علينا يعني على أمة الإسلام وقال للنبي بلغنا إن الجنة جميلة جدا وفيها حاجات في منتهى الروعة وإن الحاجات اللي بتزود نعيمها للمؤمنين هي كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنه لقى سيدنا إبراهيم شبهه وده شيء مش غريب طبعا لإن النبي من زرية سيدنا إبراهيم بعد كده راح النبي لسدرة المنتهى وهي شجرة ضخمة جدا جدا قال إن ورقها عامل زي ودان الفيلة يعني كبيرة جدا والسمرات بتاعتها ضخمة وشكلها بيتغير بصورة في منتهى الروعة بأمر ربنا وقال إن مفيش حد ربنا خلقه يقدر يوصف جمالها وشاف هناك سيدنا جبريل لتاني مرة بصورته الحقيقية قال إن عنده ستمائة جناح وبينزل منهم حاجات كده زي الدرر والياقوت وإنه كان حجمه كبير جدا وفي منتهى الجمال والنبي بيقول إنه صعد لمستوى سمع فيه صريف الأقلام يعني صوت الأقلام وهي بتكتب أقدار كل حاجة في الكون بإذن ربنا لغاية ما وصل لأقرب مكان لربنا مفيش مخلوق وصله قبل كده والله أعلم قال إنه شاف نور بس لكن ما شافش ربنا نفسه وهناك ربنا أوحاله بفريضة الصلاة وكأن الصلاة أمر جلل وعظيم جدا وكان يستدعي إن النبي يوصل للمكان ده عشان ربنا يفرضه على الأمة سبحان الله ربنا فرض على النبي ساعتها خمسين صلاة في كل يوم وليلة فلما نزل النبي للسماء السادسة سيدنا موسى سأل عن الفروض اللي ربنا أمر بيها فقال له خمسين صلاة فسيدنا موسى قال له ارجع واطلب من ربنا التخفيف لأن ممكن الأمة ما تقدرش تؤدي الفروض دي كلها وفعلا رجع النبي عليه الصلاة والسلام وسأل ربنا التخفيف وربنا خفف الفروض وفضل النبي كذا مرة يرجع لربنا عشان يخفف أكتر عن الأمة صلى الله عليه وسلم لغاية ما ربنا أوحاله إنهم هيبقوا خمس صلوات بس كل واحدة جزاها بعشرة وإن اللي نوا يعمل حسنة ومع ملهاش هتتكتبله حسنة ولو عملها هتتكتبله عشرة ولو حد نوا يعمل سيئة ومع ملهاش مش هتتكتب ولو عملها هتتكتب سيئة واحدة بس سبحان ربنا الرحيم وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنه استحى يرجع لربنا تاني ويسأله التخفيف بعد الوحيدة رجع النبي عليه الصلاة والسلام تاني للمسجد الأقصى ومنه للكعبة وهو معاه أهم رسالة وفريضة للأمة كلها وهي الصلاة تاني يوم الصبح النبي كان قاعد بيفكر في اللي حصل ليلي تمبارح فمر عليه أبو جهل وسأله ليه قاعد كده هل في حاجة نزلت عليك فالنبي قرر إنه يقول اللي حصل بدون خجل أو خوف من عدم التصديق فلما سمعوا أبو جهل قال له أنت مستعد تقول اللي قلته ده قدام الناس طبعا عايز يستهزئ فالنبي قال له أيوة أقوله قدام الناس فنادى للناس إنهم يتجمعوا ويسمعوا النبي بيقول إيه طبعا عشان يسخروا منه وفعلا الناس يتجمعوا ومنهم اللي سخر ومنهم اللي قاعد يصفر كاستهزاء وراحوا لسيدنا أبو بكر يقولوله شفت صاحبك بيقول إيه فسألهم فحكولوا اللي حصل بالزبط قال لهم هو قال كده قالوله أيوة قال كده قال لهم لو قال كده فعلا يبقى صدق أنا بصدق في اللي أبعد من كده كمان وبصدق في الوحي من السماء سبحان الله ورضي الله عن سيدنا أبو بكر فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا شكل المسجد الأقصى وعارف شكله فبدأ النبي يوصف لهم المسجد بالزبط وبعدين قال إن في حاجات كان مش فاكرها وخاف ساعتها إنهم يكذبوه فبيقول ساعتها ربنا أظهر المسجد ليه قدام عينيه كده ووصف لهم بدقة كبيرة جدا سبحان الله فاندهشوا وشككوا برضو إن ممكن يكون حد حكاله ده قبل كده فقال لهم على حاجة تؤكد كلامه صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه شاف الطريق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى قافلة هتوصل مكة في وقت معين وقال لهم هم معهم إيه وشكل الإبل بتاعتهم إيه لدرجة إنه قال لهم الأواني اللي معاهم كمان شكلها إيه سبحان الله وفعلا بعدها في وقت قصير جدا وصلت القافلة دي وتأكدوا من كل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قالها وطلع كل اللي قاله صحيح الوقع دي تسببت في إيمان ناس كتير وبرضو في ردة ناس كتير زي ما ربنا قال في الآية دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس صدق الله العظيم يعني ربنا قدر إن كل ده يحصل عشان يباني الناس اللي مصدق النبي بقلوبهم فعلا والناس اللي ما كانش إيمانهم قوي ربنا يجعلنا من المؤمنين بصدق ويسبتنا على الصلاة ويسبت قلوبنا على طعته وتوحيده إلى يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الآخر لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك للصفحة وسبسكرايب لليوتيوب هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله سلام